برنامج خاص لإعادة التمويل وضعه بنك الجزائر يمتد طلع سنة كاملة ابتداء من تاريخ الفاتح من الشهر الحالي كدعم لبرنامج عاش الاقتصاد الوطني وذلك بسقف تمويلي قدره 1100 مليار دينار جزائرية وحسب النظام الجديد لبنك الجزائر الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 49 تتعلق عمليات إعادة التمويل هذه بالأذنات التي تصدرها الخزينة العمومية في طار إعادة شراء القروض المجمعة وتتم هذه العمليات بتواتر شهري وفق جدول زمني محدد مسبقا حيث يحدد أدنى مبلغ للمناقصات بواحد مليار دينار جزائرية ويتمثل معدل الفائدة المطبق على هذه العمليات في معدل الفائدة التوجيهي لبنك الجزائر الذي يحدده وينشره دوريا وفي وقت يرى مختصون أن خطة بنك الجزائر الجديدة لتمويل الاقتصاد الوطني عن طريق الأذنات ستجنب الحكومة سيناريو طبع النقود الذي كان سيؤدي لا محل إلى تذخم بينما يرى آخرون أن مثل هذه القرارات تعد ترقيعية في ذل عدم وجود برنامج إنقاذ مالي حقيقي 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 المترجم للقناة